فمثلا الآن يشتغل الفيديو سأقوم بالضغط على هذا القفل كما تشاهدون الصوت يشتغل رغم قفل شاشة الهاتف فإذا قمت الآن كما تشاهدون بالضغط على جانب الشاشة على هذا الشكل فلن يخرج الفيديو أو لن تظهر شريط السلام عليكم في هذا الفيديو سأريكم طريقتين الطريقة الأولى وهي لكيفية قفل الشاشة أثناء تشغيل اليوتيوب والطريقة الثانية وهي كيفية تشغيل صوت اليوتيوب رغم قفل شاشة الهاتف تابعوا معي الطريقة الأولى نقوم بالدخول إلى اليوتيوب ثم سأذهب إلى القناة الخاص بي وسأقوم بالتجربة على فيديو من قناتي مثلا سأجرب على هذا الفيديو مثلا أنا أشغل هذا الفيديو وأريد قفل شاشته لكي لا أضغط ضغط غير مقصودة وبالتالي سأخرب الفيديو أو قد أخرج منه أو قد أزيد في مدته بدون قصد مثلا أنا أشغله اضغط هنا على الإعدادات ثم اضغط من هنا على قفل الشاشة أو شاشة القفل فإذا قمت الآن كما تشاهدون بالضغط على جانب الشاشة على هذا الشكل فلن يخرج الفيديو أو لن تظهر شريط الزيادة في الفيديو لكي لا أخرب الفيديو سأقوم الآن بالضغط على إنقر لفتح القفل قم بالضغط عليه على هذا الشكل ثم سأعيد وضع الفيديو الآن تعرفنا على كيفية قفل الشاشة أثناء تشغيل اليوتيوب أما الطريقة الثانية وهي تشغيل الفيديو أثناء قفل شاشة الهاتف كما تشاهدون الآن الهاتف مشتغل إذا قمت بقفله على هذا الشكل فلن يشتغل الفيديو أو صوته سأقوم الآن بشرح الطريقة الأولى فقم بالتوجه هنا إلى ملفك الشخصي وثم النزل إلى الأسفل والضغط على الحصول على يوتيوب بريميوم خاصية يوتيوب بريميوم فهي مدفوعة يقدمها اليوتيوب فلا يظهر عليها لا إعلانات وكذلك بها العديد من الميزات مثل قفل شاشة الهاتف واشتغال الصوت لكن أنا في هذا الفيديو سأشرح لكم طريقة مجانية فتابعوا معي الشرح سأقوم بالخروج من هنا ثم سأتوجه إلى متجر بلاي ثم هنا قم بالبحث على بلاك سكرين ثم قم باختيار هذا الخيار الأول التطبيق الأول بلاك سكرين نقطتان فيديو سكرين أوف قم بالضغط على تطبيث كما تشاهدون هو تطبيق خفيف وعطيه صلاحية الوصول إلى التطبيقات الخاصة بك في الهاتف ثم قم بالعودة ثم قم بالنزول إلى الأسفل واضغط على يبدأ بلاك سكرين كما تشاهدون الآن جاهز للعمل سأعود إلى اليوتيوب ثم سأختار أحد الفيديوهات الخاصة بي مثلا سأختار هذا الفيديو فمثلا الآن يشتغل الفيديو سأقوم بالضغط على هذا القفل كما تشاهدون الصوت يشتغل رغم قفل شاشة الهاتف اضغط من هنا على إلغاء القفل كما تشاهدون عندما قمت بالضغط على القفل استمر الفيديو في الاشتغال وكما سمعتم صوته وإذا أردت إلغاء هذا القفل لكي لا يظهر معك على هذا الشكل حينما تنتهي من تشغيله قم بالتوجه إلى التطبيق الذي قمنا بتستبيته واضغط من هنا على قف وهكذا سيختفي ذلك القفل وقم بالضغط على يبدأ حينما تريد تفعيل هذه الخاصية وإلى هنا عزائي المشاهدين نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو فلا تبخلوا علينا بإعجاب واشتراك في القناة ليصلك كل جديد ترجمة نانسي قنقر